يا ولاد تعالوا هنا ما تخلونيش أجري وراكم يا ولادي لإيه تعالوا مش هتمسكينا مش هتمسكينا تعالوا هنا الحانية أشرف هاهاهاهاهاهاها فيقي أنتو بتتحكو ماشي يا أشرف يا أشرف إيه يا حبيبت اللي حصلك فيه إيه شوفت الولاد عملوا فيه إيه يا خسار التربيتي فيكم ما بيسمعوش كلامي أبدا وأنا بجري وراهم وقعت من على السلم خلاص ما تزعلش نفسك أما أنتو بقى يا أولاد محرومين من المصروف لمدة أسبوع إيه رأيك بقى كده عقبتهم يا سلام هو ده اللي قدرت عليه ده بدل ما تقولي هفتربهم عشان يتربوا أنا خلاص مليش دعوة بيهم إنت دلعتهم وخلتهم ما يسمعوش كلامي اتصرف إنت بقى معيهم هقو تجيب لهم مربيت أطفال تقعد معيهم أنا الولاد تعبوني جدا دول كمان توأم خلاص مش قادرة خلاص يا منار ما تزعلش نفسي أنا هنزد الإعلان على النت أطلب مربيت أطفال أيوة حلوة قوي كده أفوق لي نفسي شوية بقى ياه أنا حاسة بملل قوي هنقم أنزل أتفرج على التلفزيون شوية مالك يا مالك يا حبيبتي فيه إيه؟ شايفاك كل شوية طلعة نزلة رايحة جاية تمسك الموبايل تفتح التلفزيون فيه إيه؟ مفيش يا ماما حاسة بملل في الأجازة مش لاقي حاجة عاملها قريت الكتب وبفتح الموبايل وبفتح التلفزيون وتعلمت معارات جديدة زهقت عايز أعمل حاجة مفيدة يا ماما أنا بفكر أشتغل تشتغلي إيه بس يا مالك أنت لسه طالبة بتدرسي يا ماما أنا هشتغل في فترة الأجازة بس هتشتغلي إيه بقى؟ ومين اللي هيشغلك؟ وانت لسه بتدرسي أنا ممكن يا ماما اشتغل في سوبر ماركت أو سيدالية أو أي مكان أنت مش هتعرفي تشتغلي لا يا ماما أنا أقدر اشتغل عادي أنا هفتح الموبايل ودور في الإعلانات على أي حاجة تناسبني ماشي يا حبيب تدوري أما شوف بقى هتلاقي شغل إيه؟ أكيد هلاقي شغل مناسب أما أفتح بقى الموبايل ودور فيه بيبقى في إعلانات كتير عن شغل إيه ده؟ لقيت شغل حلو جدا أما رح أقول لماما يا ماما إيه يا ملك؟ أنا لقيت شغل مناسب ليا إيه هو الشغل ده بقى يا ملك؟ مربية أطفال يا ماما فيه إعلانه فيه ناس طالبين مربية أطفال أنت بتقولي إيه؟ مربية أطفال؟ هتربيهم إزاي دول أنت مش كبيرة ومش هتعرفي تتعاملي معاهم يا ماما أرجوكي وافي ده مناسب ليا جدا وبعدين أنا بحب الأطفال قوي أيوة حبيبتي تحبيهم تلعبي معاهم تهزري معاهم لكن مش هتعرفي تربيهم يا ماما أنا هعرف أتعامل معاهم أنا من زمان وأنا كان نفسي يبقى عندي إخوات صغيرين بدل ما أنا وحيدة كده سيبيني بقى يشتغل مع الأطفال دول يا ماما وإحنا ما نعرفش ظروف الأسرة دي جايز أيتام ومحتاجين وحدة قريبة منهم تعود معاهم واخد سواب أو ممكن يكون باباهم ومامتهم مشغولين في شغلهم وسيبينهم لوحدهم أرجوكي يا ماما وافقي خلاص يا ملك هوافق أعمل اللي أنت عايزين شكرا يا أحلى أم في الدنيا أنا هتصل على الرقم بتاعها وحدد معادل المقابلة ألو لو سمحت حضرتك أنت كنت عاملين إعلان وطلبين مربية أطفال أيوة احنا نزلنا الإعلان الصبح لو عندك حد يشتغل ياريتي شرفنا هياخد مرتب كويس طيب أنا اللي عايز أشتغل ممكن العنوان بالزبط عشان أقدر أجلكم طيب تمام تمام أنا هبعتلك العنوان في اللوكيشن مع السلامة مع السلامة أخيرا هشتغل خلاص يا ماما كلمتهم واتفقت معهم أن أنا هروح لهم بكرة الصبح تسبحي على خير بقى عشان هروح لهم بادري ماشي يا حبيبتي تسبحي على خير خلاص يا منار في واحدة كلمتني هتيجي تعد مع الولاد بكرة بجد يا أشرف طيب كويس سمعت يا زينة وبابا وماما بيقولوا إيه عايزين يجبولنا واحدة مربية أطفال تقعد معانا يا سلام وإحنا يعني هنسيب واحدة تيجي تقعد معانا وتتحكم فينا لا طبعا ما انت سمعت يا أهوبة وداني طيب خليها تيجي بقى وتشوف هنعمل فيها إيه يلا بقى عشان نسحى بدري فيقين ونتصرف معاهم مين اللي بيرن الجرس الصبح كده؟ أكيد دي البنت اللي كلمتني عشان تيجي تقعد مع الولاد طيب كويس أما روح أفتح لها أهلا وسهلا أنت ملك اللي اتصلت مبارح صح؟ أيوة أنا طيب اتفضل دخلي يا حبيبتي بس أنت لسه صغيرة أنا كنت فاكراكي كبيرة أيوة أنا لسه بدرس طيب عن العموم أنا مامتهم وده باباهم والولاد هينزلوا دلوقتي عشان يفتروا معانا أهم يا حبيبتي الأولاد زين وزينة هم توقم أهلا زين أهلا زينة شكلكم كيوت قوي ومؤدبين أهلا بيك أهلا بيك طيب يلا بقى عشان نفت مش عايزين نتأخر على شغلنا تعالي يا ملك يلا افتري معانا لا شكرا أنا افترت قبل مخرج من البيت إحنا هنروح الشغل بقى يا ملك وانت خدي بالك من الأولاد أيوة يا ملك اعتبر البيت بيتي انت قريبة من سنهم يعني هتفهميهم طبعا ما تقلقوش أنا هاخد بالي منهم أنا هاعتبرهم إخواتي الصغيرين ماشي يا ملك يلا سلام يوه بعد ما كنا بنقعد براحتنا ونعمل اللي احنا عايزينه كل يوم يجيبولنا واحدة تقعد معانا ما تقلقش يا زين أكيد هنمشيها بصراحة صعبان علي من اللي هنعمله فيها طب يلا نخلص فطارنا جاهزة يا زينة أيوة يا زين جاهزة طب يلا بينا إزايك يا ميس ملك إزايك يا ميس ملك ميس ملك أنا مش كبيرة عشان تقولولي يا ميس قولولي يا ملك عادي واعتبروني كأن أختكم لا إزاي ماما قالت لنا نحترمك إحنا هنقولك يا ميس ملك إحنا بقى لازم نرحب بيكي أنا هتديكي شوكولاتة حلوة قوي اتفضلي الشوكولاتة دي تعمع جميل أنا متشكرة لكم قوي أنتو كيوت جدا يلا كليها بقى إيه بقى إيه القرف ده بقي أنا عايزة مية مية إيه الشوكولاتة الوحشة دي أنتو جبتوها منين وإيه المادة اللي فيها دي أنتو عملتوا إيه هو أنتي لسه شفت حاجة معلش يا ملك إحنا أسفين إحنا أسفين يا ملك إحنا أكيد ديناكي الشوكولاتة الغلط ها هاتي الشوكولاتة دي نرميها الحمد لله شربت مية ده كان طعمها صعب قوي خلاص يا ملك كما كانت عملالنا كيك طعمه حلوة قوي أنا هجيب لك طبق عشان تاكلي منها ويضيع طعم الشوكولاتة الوحشة اللي ما عجب كيش ده خلاص تعالوا نقعد مع بعض ونأكل كلنا الكيك استنى بقى أما جيب علبة الملح عشان نرش عليه اتفضلي يا ملك طبق الكيك أهو إحنا بصراحة عايزين نرحم بيكي عشان إحنا مبسوطين إن أنت معينا شكرا ليكم اتفضلي بقى الكيك هو الكيك ده ملح قوي كده ليه إيه ده أنت قصدك إن كيكة ماما وحشة؟ آم لا لا يا حبيبي دي جميلة قوي بس أنا مش قادر أكل كفية كده أصل إيه أصل فترت كويس قبل ما أخرج من البيت أنا هشيل طبق الكيك بقى أدخله المطبخ وبعد كده نفكر نعمل حاجة مفيدة شكرا على الكيكة دي الكيك طعمها صعب قوي كلها ملح يلا يا زين أنت وزينة عايزين نعمل حاجة مفيدة هنعمل حاجة مفيدة زي إيه ممكن أعلمكم حاجات من اللي ما تعلمتها على النت نسمع دي كورات صغيرة نزين بيها القوضة أو إزاي نقص الشجر ونخلي شكله حلو وممكن لو عندنا بزور الفك هنزرعها لا 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 إحنا مش عايزين نعمل الحاجات دي إحنا عايزين نلعب ماشي ممكن نلعب طيب قولوا نلعب إيه إحنا نفضل نجري وإنت تجري ورانا لحد ما تمسكينا نلعب استغمية ماشي إنت بقى إلا هتمسكينا ماشي موافقة يلا نبتدي عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية خلويس 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 ولا لسه مم مش بيردوا يبقى أكيد استخبوا ممكن يكونوا مستخابين في المطبخ هنا انتوا فين؟ مش في المطبخ زين زينة ممكن يكونوا مستخابين في القوت بتاعتهم فوق استعدي بقى عشان اول ما تدخل هنخضها ماشي انا جاهزة يا ترى مستخابين في اغني قوضة لما ادخل القوضة دي زين زينة مش مستخابين هنا يبقى في القوضة التانية انت دخلتي هنا ليه؟ لا يا دي المصيبة ايه ده؟ دي اغمى عليها هنعمل ايه دلوقتي يا زين؟ مصيبة يا ملك ملك يا دي المصيبة دي مغمى عليها فوقي يا ملك فوقي فوقي يا ملك فوقي زين هيا لو فقت وشافتنا كده هيوم عليها تاني تعال نشيل اللبس ده وبعد كده انفوقها ارجوك يا ملك فوقي فوقي يا ملك يا دي المصيبة وبعدين احنا ما كانش المفروض نعمل كده يا ترى الولاد عاملين ايه مع ملك اكيد مبسطين ما هي قريبة من سنهم برضو زين زينة ملك انت يا ولاد فين؟ هما مش بيردوا ليه؟ معقول يكونوا خرجوا؟ لا طبعا مستحيل يكونوا خرجوا اكيد ملك كانت هتستأذن الاول زين زينة جايز يكونوا عادين فوق في الاول طب يلا نطلع نشوفهم يا ملك فوقي ارجوكي اما نور النور جايز تفوق يا ملك زين زينة ملك ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت عملتو ده؟ عملتو ايه يا مجرمين؟ انطقوا انا عرفكم اكيد عملتو مصيبة فوقي يا ملك انا هشيلها نايمها على السرير فوقي يا ملك انا هجيب ازيزة البرفان اشممها لها عشان تفوق انزل يا زين هاتكو بايت مياه بسرعة اما شممها لبار فين؟ اه بدأتو فوق طيب اما شربها مياه انا فين؟ ايه اللي حصل؟ شبح عفريض لا اهدي يا ملك حبيبتي ما تخفيش لا انا عايزة امشي من هنا انا عايزة اروح لمام ياريتني سمعت كلامها وما جيتش عشان اشتغل انا لازم امشي ينفع كده يا ولد تدايقوها انتو لازم تتعاقبوا على اللي عملتو ده احنا ما عملناش حاجة يا بابا هي اللي خافت لوحدها لقناها بتصرخ جينا عشان نشوفها ولقناها واقع على الارض يا سلام وعايزين نصدق بقى مش ممكن اصدقكم انتو اللي عملتو كده انتو اللي خوفتوها لازم تاخدوا عقاب شديد انا تعبت منكم خالص هيا ملكي حبيبتي يومك كان ازاي النهاردة عرفت تعادي مع الاطفال وتتعاملي معاهم ايوة يا ماما انا بس مرهقة شوية هطلع ارتاح في قطي ماشي يا حبيبتي طب مش هتتغدي الاول ارتاح شوية وبعد كده انزل اتغدي ماشي يا ملك اكيد الاولاد دول هم اللي عملوا كل ده هم اللي ادوني شوكولاتة البيضة ورشولي في الكيد ملح بقى اتنين صغيرين زي دول يعملوا فيكي كده يا ملك هم ما يعرفوش مين ملك انا بقى هوريكم يا نه يا انتو وانا راجعلكم بكرة استنوا بقى اللي هعملوا فيكم مين اللي بيرنك جرس بدري كده مش عارفة ممكن تكون ملك معقول جايز تعال نشوف ايه ده ملك كويس ان انت جيت انا كنت خايفة ما تجيش تاني لا طبعا ازاي ده زين وزينة زي اخواتي بالضبط ايه ده ده رجع التاني سمعت يقالت ايه ودي هنمشيها ازاي تشكلها كده مش نوعية تمشي استني بقى اما بابا وماما يروحوا الشغل وانا هتصرف يلا يا ملك خدي بالك انت بقى من الولاد واحنا هنروح الشغل اتفضلوا وما تكونوش قلقانين ابدا اما اطلع بقى اجيبي الشنطة اللي انا سايبها برا بابا وماما مشوا يلا ننزل نشوف ملك ملك يا ملك ملك هي رايت فين ممكن تكون مشيد ايوه فعلا ممكن تكون مشيد احسن برضو اما اطلع بقى اجيب موبايلي من فوق زينة تعالي تليكي بقى هنا عشان تتعلم الادب شوية اما اطلع اشوف زين هو كمان زينة اختي بتصرخ يا ترى ايه اللي حصل هو فيه ايه زينة يا زينة ايه ده يا خبر انت مين هو مين ده يبقى اكيد زينة كان بتصرخ اما شافت الراجل ده طبعا ملي دلوقتي انقذها ازاي لو ملك كانت هنا دلوقتي كانت هتنقذنا يا ترى راحت فين رحت فين يا ملك ممكن يكون الراجل ده خطفها وبعدين خطف زينة طبعا ملي دلوقتي انا لو طلعك هيخطفني زينة دلوقتي قاعد في قطة وخيف وزينة هي كمان قاعدة في القطة اللي تحت وخيف اما ادخل بقى افتح الباب لزينة واخرجها من هنا ايه ده هملك يلا يا زينة بسرعة طلعي استخبي فوق مع زين في القوضة لحد ما انا بقى اتصرف مع الرجل الشرير ده هتتصرفي مع ازاي ده ممكن يختفك انتي كمان لا لا انا هعرف اتصرف يلا طلعي بسرعة استخبي عندي زينة في القوضة وقف له الباب كويس حلوة اللعبة دي هتعلمهم الادب زين انت كويس الحمد لله ان انت قاعد هنا وهربت من الرجل الشرير وانت ازاي ربت منه يا زينة انا كنت خايف عليك يا قوي كنت محبوثة في قوضة وملك هي اللي فتحت لي الباب وانقذتني ملك هي ملك رجعت طيب كويس عشان تقدر تتصرف معي بس هتتصرف معي ازاي ده ممكن يختفها انا خايفة قوي انا نستنى هنا في القوضة ما نخرجش لحد ما نشوف هيحصل ايه زين زينة الحمد لله ان انتوا بخير وما حصل لكمش حاجة هنعمل ايه مع الرجل الشرير ده يا ملك ما تقلوش انا هتصرف معي انا هبلغ الشرطة يجوا يقبضوا عليه بس خليكم هنا في القوضة ما تخرجوش واقفوه الباب كويس اما اعمل نفسي بقى بكلم الشرطة الو النجدة الحقونا ارجوكم في رجل شرير في البيت ايوة العنوان حاضر حاضر هقولكم العنوان انا سامعة ملك بتتصل بالشرطة يارب يجوا بسرعة زين زينة تعالوا الشرطة خلاص ابضت علي يلا تعالوا الحمد لله يا ملك ان انت جيت النهاردة انقص دينا انت كان ممكن تهرب يا ملك واتسبينا بس انت ما خفتيش ووجهت الراجل الشرير عشان تخيلوا بقى لو انا ما كنتش جيت النهاردة كنت هتعملوا ايه بعد ما باباكم ومامتكم مشوا راحوا الشغل كان الحرامي ده هيدخل البيت اكيد كان هيخطفكم فعلا يا ملك كان هيخطفنا الحمد لله على العموم انا عارفة ان انتم متضايقين مني ومش عايزيني اجي تاني انا خلاص مش هاجي تاني وممكن تقولوا البابا وماما يشوف وحدة تانية غيري لا لا يا ملك هيشوف وحدة تانية غيرك ايه احنا خلاص اتعودنا عليك وبصراحة احنا بنحبك زي اختنا ايوة يا ملك كفاية ان انت انت انقصتينه احنا بنحبك ومش عايزينك تمشي عايزينك بقى تيجي كل يوم خلاص وانا مش هزاعلكم ايجي اهد معكم كل يوم اشتركوا في القناة